عطفاً على البدء بقى المهندس عادلي كان في البداية أشار على أنه الأخذ بالأسباب أهم الأسباب مؤكد آه عشان تتكلم في المقال دلوقتي وإنه لي علاقة في المقال طيب نتكلم في كيف أن الأسباب هي أحد أهم الأسباب أو الأخذ بالأسباب أحد أهم الأسباب عشان كده ضربت البداية كما تعودتم معه مقالي وما قالوا من الآخر هي مسألة ثقافة إيه هي؟ الأول نبتدي إيه اللي خلانا روحنا لمسألة الثقافة أيوة الأخذ بالأسباب آه لأن الأخذ بالأسباب أدى إلى إيه؟ أول حاجة في الأخذ بالأسباب احترام المنافس أيوة احترام المنافس حيؤدي أنك تدرسه جيداً وتشتغل بالطريقة اللي تخليك تتعامل مع مواطن القوى الضعفة عنده وتركز في مواجهته جيداً نمرة اتنين من الأهم من الأخذ بالأسباب الالتزام آه الالتزام بالخطة الموضوعة الالتزام بالأداء الجماعي آه إن إحنا مفيش لحظة سرحان في المتش التركيز الكامل آه نعمل اللي علينا والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى طيب لما خدت بالأسباب بقى أي يوم ربنا وفقك لأن من أهم يعني أنت بعد ما تاخد بالأسباب أمرت بعد كده قدرية التوفيق أي التوفيق وغالباً ما يحالف التوفيق أولئك الذين هيأخذونه بالأسباب طبعاً نأتي إلى مسألة اللي هي الثقافة الثقافة إنك أنت في اللحظة بعد المتش تشوف كل مشاهد المسئولية أي سواء من اللعبين من المدرب حتى من إعلامك أي أنت لما إعلامي كابتن شناوي يقول للناس من فضلكه محدش يخش القوضة ويرصد فرحة ولا حاجة إحنا لسه مخلصناش ويخدوا في حضنه الإعلام ومعظمه إعلام النادي الأهلي كما شاهدنا في الصور الالتزام من غير أمس ومن غير زعل لا ده نوع من تقدير المسئولية شخصية الأهلي كده هو عارف إن ده ما بيتقلش لا نوع من الترفع ولا التناكة ولا التظاهر دي يعني يعني تصرفات عفوية بعد المتش مباشرة ما فيش مجال الإدعاء المجال دلوقتي ثقافتنا بتقول إيه في اللحظة دي نفرح في حدودنا ومقفول علينا بابنا وحتى الفرحة ما فيهاش مبالغة يجي موسيماني هو داخل تشوفه بيعمل كده كل اللقطة دي يعني كنت أحب أشوف يعمل كده يعني لسه لسه يا جماعة حد كان بيقوله مبروك تعالى خد حديث اعمل اعمل لهم كده لسه لسه فيه دور جاي والحظر الإعلام على اللعبة مستمر ويأتي دور الإدارة حظر إعلامي تركيز تشوفهم هم راجعين في الطيارة هكنهم رايحين ايوا صمت تركيز وانت طالع ايه من الملعب على الفندق على المطار جاي بعرق طيب يأتي دور الجمهور عندما تلتحم ثقافة معظم أو غلبية الجمهور لأن مش هتلاقي كلنا على نفس المصطرة مازال في البعض مننا يعني سايب نفسه لنفسه مش سايب نفسه لثقافة الآت لكن أولئك الذين نهلوا من منهل هذه الثقافة عارفين يعني ايه محدش يفرح محدش يحفل محدش يتكلم لأن ما فيش حاجة خلصة لسه لسه اه انت بين الشوطين احنا ما روحناش للمباراة الهائية اه وكل شيء والد حظوظك ايه ده موضوع تاني وعشان تكتمل هذه الحظوظ هترجع تاخد بالأسباب في مباراة العودة عشان كده كانت دي مسألة مهمة جدا ازاي انت بتقدر تستعيد ثقافتك ازاي تقدر تستمد من سوابتك ومن شخصيتك كبطل ومن مواقف كتير تركمت عليك ومرد بيها من التجارب وخبراتك في التعامل مع ده البطولة لا تاتي جزافة المسألة مش اعتباط البطولة لها شخصية ولها شخصيات ولها ظروف ولها خبرات كل اللي قاله الموانس عادلي ده احد اهم الأسباب في الاخذ بالأسباب فكان السبب المباشر ان انت تكون في الموقف اللي انت فيه واللي ان شاء الله هتقدر تستمد منه ما هو اعلى وافضل بإذن الله هذه الحالة يمكن الاتحاد الافريقي عبر عنها في اختيار التشكيل الامثل لجولة الزهاب لما نلاقي انه التشكيل الامثل لمرحلة الزهاب كايزر تشيفز فاز على الوداد في المغرب اثنون صف واحد صف لكن كان الفريق المغربي ارقامه بجدارة تفوق كاسع وشاسع لكن في النهاية تفوق كايزر تشيفز رجع بالفوز بهدف زي ما الالي على العكس الالي كان الافضل متفوق بكل ارقام التميز في رادس ورجع كمان كاسبان واحد صف نفس النتيجة اذا ضيفين فازوا في جولة الزهاب للنصف النهاية لكن كان تقدير الفنيين في الاتحاد الافريقي للنادي الالي انه خمسة منه كانوا في التشكيل الامس الخمسة هقولهم لكم التشكيل ضم حارس كايزر تشيفز بروس بوفوما هو الحارس الافضل الدفاع الياس الشدي الترجي ده اللعب الوحيد من الترجي لانه خمسة ترجي واربعة كايزر تشيفز ولعب من الوداد ولعب من الترجي بدر بنون من الالي ركمتوه لعب كايزر تشيفز اكرم توفيق ظهير ايمن الالي وده هنوقف عنده كتير النهاردة في نص واللعب البست بليار بتاع الجولة كلها على بعضها كان اكرم توفيق ده بتصويت الجماهير يعني اكرم كمان بالاضافة لدخوله التشكيل المثالي للجولة لا في التصويت الجماهيري خاد لعب الجولة في وسط الملعب جابولو بلوم لعب كايزر تشيفز وحمد فاتحي وقاله ديانجل اتنين نجوم الآلي ووليد الكارتي لعب الوداد في الهجوم محمد شريف عريس الاهلي وهدفه وسامير نوركوفيتش لعب كايزر تشيفز يعني خمسة اهلي في تشكيل مثالي في نصف النهائة باش مانز بص يلفت نظرك ان لو لا يعني برضو محاولة ايه او ظروف الماتش الشيناوي كان من الماتيق يكون موجود في هذا التشكيل لكن لما تلاقي كمان تلاتة او اربعة من كايزر تشيفز مع هذا الاداء الكاسح للوداد تعرف ان النتيجة احيانا تؤثر يعني يعني مش احيانا غالبا ما تؤثر على الاختيارات لكن كايزر تشيفز ربما حاز هذا التقدير لانه انه كمان حارس المرومة بتاعه ده يعكس تفوق الوداد طبعا طبعا اما يبقى ده رجل الجولة وبيتخش تشكيل الجولة اه حارس الجولة وهو ناس كلها قلت كده قلت وهو ده اللي خلاه يعني حجم الاختبارات اللي خضها اكبر من كتير لانه تفوق الاهل على الترجي كان كبير وبرضو ما تنساش ان يعني الاهلي الترجي كل الناس قالت 50-50 عشان مباراة خارج خير لكن بالنسبة للوداد وكايزر تشيفز ما كانتش النسب كده فايزا كايزر تشيفز يعد مفاجأة يعد حقق مفاجأة من واقع الاداء والارقام والتوقعات كايزر تشيفز حقق انتوقع انه يصمب في مطش العودة؟ بالارقام دي اذا ما كانش ملعبه يضيف اليه هيبقى صعب يصمب اه الوداد يقدر يرجع بالارقام انا بتحدث عن كل الارقام 80-20 ده مش معقول اه لا وكل حاجة ده 16 كورة يعني كورة معاك وناس بعملة اهدفك ومنهاج موحيدة جيب جوه يعني يعني هو ده هو اهنا ايه نخش في ايه خد الاسباب ده ما انت عاية لكن اذا لم يحالفك التوفيق يبقى بيدي لك مفاجآت مش حلو حتى الكازر يمكن تاخد بالك انه في الجولة اللي فاتت مع سيمبة كسبان اربعة وخسران ثلاثة يعني واضح ان الكازر شيفز بيلعب بشكل مفتوح لا ويستطيع انتهز الفرص دي مهمة جدا يستطيع انتهز الفرص لكن عنده مشكلة فنية ربما تكون في وسط الملعب في حاجة اللي بتؤدي الى انه ما يقدرش يحافظ على الاستحواز بشكل مناسب فمتش العودة بالنسبة له برضو يوم السابت يوم السابت اللي جاي كايزر شيفز هيستضيف الوداد والاهلي ان شاء الله هيستضيف الترجي وبمناسبة استضافة الاهلي للترجي الاهلي بينتظر حتى الان الحصول على الموافقات الامنية اللازمة للحضور الجماهيري الاتحاد الافريقي من جنوبه كان عنده موافقة مبدئية معلنة لكل الفرق المتأهلة انه ما عندهوش مشكلة وما عندهوش مانع في الحضور الجماهيري بالنسبة لتحددها او بالعدد والظروف اللي تحددها كل دولة ومستضيفة بشرط انه النادي اللي بيقدم او طرف المباراة بيقدم الموافقة الامنية وموافقة الجهات الصحية تعارفين زروف الجائحة فبقت الحصول على الموافقة الصحية والموافقة الامنية ضرورة لحضور الجماهير بالشكل الاحترازي وبالضوابط اللي تحددها الاجراءات الصحية في كل دولة عشان كده الأهلي قلنا لكم الحلقة اللي فاتت بمجرد انتهاء مباراة رادس الأهلي بعت خطابات إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإلى المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة والكابتن محمود الخطيب أجرأ اتصالات عدة مع كل الجهات المسؤولة للحصول على الموافقة على حضور الأهلي أو حضور جماهير الأهلي لمؤذرة الفريق في مباراة الإياب إن شاء الله يوم من السبت في أستاذ الأهلي والسلام مسألة مهمة حضور الجماهير زي ما شفنا باش ونص حاولك حاجة طبعا هي أهميتها بتضفي تيست أو الطعم على المباراة بتضفي اهتمام من جانب اللاعبين لكن أحيانا ما تكون عنصر سلبي يعني ما شاهدناه في ملعب الترجم ده اللي عايز أوصل إليه ما شاهدناه ما اعتقدش إنه كان عنصر إيجابي جمهور ما يوطرش المباراة ما يخلقش دوافع استثنائية عند الضيف إنه يتحدها لكن جمهورنا إحنا نراهن على وعيه نراهن على تعاونه نراهن دائما على مهديم نرجع نقول الثقافة نراهن على ثقافته عندما يلتحم معه أهدف فريقه وأهدف بلده أنا متأكد لو فيه موافقة أمنية هيكون جمهور الأهلي نموذج يقدم إذا كنتوا عايزين الجماهير ترجع لانتصرفوا بالطريقة دي شوفوا تأدير الأهلي لكل الجهات الوطنية المسؤولة ودعمها للرياضة المصرية كلها وكل الفرع اللي بتشارك في مثل هذه الأدوار المتقدمة دايما ما تجد من دولتها كل التعاون وكل الدعم وكل المساندة فهذه السقة في هذه الدفعة وهذه المساندة وثقة الأهلي في جماهيره وفي وعي جماهيره وفي حرص جماهيره وفي الانضباط والتزام جماهيره كل ده خلى الأهلي بمجرد قبل ما يشيل البعثة قبل ما تحمل حقائبها وترجع من تونس بتخاطب إدارة النادي الجهات المسؤولة كلها للحصول على الموافقة الأزمة لحضور الجماهير حضور الجماهير في مثل هذه الأدوار مهم جدا التراج كان عنده بعض الخروجات لكنه خدوا بالكم الأهلي لم يكن طرفا فيها عشان الناس تحصن ضيافة التراج وتحصن استقبال التراج الأزمة كانت ما بين المنظمين الأمنيين مع الجماهير اللي عايزة تدخل زيادة عن العدد المقررة فمن هنا حصلت الأزمة اللي شفتوها في استاد رادس لكن المؤكد وعي جمهور الأهلي مختلف دفعت جمهور الأهلي مطلوبة حضور جماهير الأهلي في هذه المباراة بالعدد اللي تسمح به الظروف واللي توافع عليه الجهات الأمنية المختصة هتكون مسألة مهمة جدا ودعم للأهلي في هذه المهمة بإجن الله الرهان على سلوك الجماهير حيكون الرهان كسبان بإجن الله